السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع توظيف المكتسبات إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى جنى جد صابت التفاح ورصفها في 488 صندوقاً ثم نقلها إلى مخازن التبريد في ثلاث مرات نقل في المرة الأولى 139 صندوقاً ونقل في المرة الثانية 25 صندوقاً أكثر من المرة الأولى أولاً أحسب عدد الصناديق المنقولة في المرة الثانية عدد الصناديق المنقولة في المرة الثانية 139 زائد 25 يساوي 164 صندوقاً ثانياً أحسب عدد الصناديق المنقولة في المرة الثالثة عدد الصناديق المنقولة في المرة الثالثة 488 ناقص 139 زائد 164 يساوي 488 ناقص 303 يساوي 185 صندوقاً الوضعية الثانية زار مدينة العلوم 217 تلميذاً من مدرسة أب القاسم الشابي ومئتان خمسة وثلاثين تلميذاً من مدرسة الطاهر الحداد فتوزعوا على مختلف أجنحة المدينة كما هو موضح في الصورة أولاً أحسب عدد الزائرين عدد الزائرين مئتان وسبعة عشر زائد مئتان خمسة وثلاثون يساوي 452 زائراً ثانياً أتم عدد زائرين جناح الضينصرات عدد زائرين جناح الضينصرات 452 ناقص 150 زائد 102 يساوي 452 ناقص مئتان اثنان وخمسون يساوي مئتان زائراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر